اعتقد ان احنا برضو نقدر ولو اتكلمت برضو تاني كل الناس خلاص بقيت عارفة هذا الكلام اه انت عندك منتخب تقيل جدا بيلعب يعني اللعيبة بتاعته في نوادي عالمية يعني نوادي عالمية وهم كمان خمس لعيبة مش بوساط لما اتكلم عن شالسيو باريس سان جرمان وغير وغيره لا حاجة اكيد محترمة جدا وحتبقى تاني مواجهة صعبة جدا خصوصا زي ما كارين بيقول ووجهة النظر دي اكيد صحيحة مية في المية هو عايز يعمل كل حاجة عنده ويقدي باكبر شكل يقدر عليه علشان هو خلاص هي دي فرصة الحسب بالنسبة له احنا على الصعيد التاني رايحين شوية مرتاحين فانت هتدافع ولكن في نفس الوقت برضو انت هتبقى حريص جدا ان ما يدخلش في شباكك اي حاجة فنتمنى ان شاء الله نشوف مباراة حلوة زي ما احنا بنتكلم لكل حال نهاردة لعبت المنتخب خلاص هيخوده التدريب يعني الاخير على ملعب المباراة اللي هتلاقي عليها اللقاء بإذن الله غدا كل التوفيق ليهم يمكن الاجواء طبعا في مصر او في القاهرة كانت افضل بكتير او فرصتها اكتر بكتير لما انت تكون وسط عيلتك زي ما بتقال لكن برضو دول لعيبة محترفة اعتقد انهم حيقدروا حققوا ده بشكل كبير جدا خلاص نشوف بإذن الله خير يا رب يا رب خير ان شاء الله وبرضو ممكن جدا يكون فيه مساحة كافية ان احنا نتفاجئ من قبل مستر كيروش اه انا مستنيحة دي بقى والله مستنيحة محدش عارف محدش عارف الدنيا هتمشي ازاي بس يا رب ان شاء الله تمشي ازاي بتمشي بس النهاية يعني تكون نهاية سعيدة لكل المصر ترجمة نانسي قنقر